أهلا وسهلا بكم أصدقاء العزاء واليوم إن شاء الله سنتناول كتاب معالم السنة النبوية لكن كالعادة لا ننسى الورقة والقلم الكتاب هو معالم السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي في ثلاثة مجلدات نبدأ عن المؤلف هو الشيخ صالح بن أحمد الشامي من مواليد دومة في سوريا سنة 1934 وهو صاحب مشروع تقريب السنة المطهرة ومؤسس علم الجمال الإسلامي وله اهتمام بتقريب تراث الإمام ابن القيم للناس مجال هذا الكتاب هو المجال الديني ليش أقرأ أو أيش نقاط التمييز خلونا نقول أنه كتب الشيخ صالح الشامي تقدم لك كل الأحاديث النبوية المنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة والضعيفة والموضوعة بعد حذف المكرر مصنفة إلى عشرة مقاصد بحسب الأولويات في الإسلام هذا باختصار هو تلخيص ثلاثين سنة من الجهد وبالتالي أن تتوفر الجهد والوقت بعدم قراءة الحديث الذي تكرر ذكره في أكثر من كتاب ماذا سيقدم لي هذا الكتاب سيقدم لك معلومات خلونا نأخذ نحن ما سنستعرض الكتاب لكن سنستعرض فكرة المشروع ثم في الأخير سنقول ما هي أهمية هذا الكتاب هناك الكثير من الكتب التي حاولت تقريب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام للناس منها كتاب رياضة الصالحين الأربعين النووية وغير ذلك لكن الشيخ صالح كانت له خطة منهجية في تقريب هذه الأحاديث للناس الشيخ شرح هذه الخطة بشكل تفصيلي في كتبه لكن نحن الآن نجتزئ هذه الخطة في نقاط فنقول أن الشيخ أول حاجة قام بجمع كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام في كتب الأحاديث الأربعة عشر الأساسية جمع كل الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة في الأربعة عشر كتاب وهي أصول السنة وهي موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم ثم السنن الأربعة اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ثم سنن الدارمي ثم سنن البيهقي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والأحاديث المختارة للمقدسي إذن جمع كل هذه الأحاديث ثم قام بحذف المكرر منها هذه الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة قام بتصنيف الأحاديث هذه وترتيبها في عشرة مقاصد وفق الأولويات في الإسلام فوزع هذه الأحاديث إلى المقاصد التالية المقصد الأول هو مقصد العقيدة المقصد الثاني هو مقصد العلم ومصادره المقصد الثالث هو العبادات الرابع أحكام الأسرة الخامس الحاجات الضرورية السادس المعاملات السابع الإمامة وشؤون الحكم الثامن الرقائق والأخلاق والآداب التاسع التاريخ والسيرة والمناقب والعاشر الفتن في الخطوة الرابعة قام بشرح بعض الكلمات الغريبة وفي الخطوة الخامسة قام بتبيين درجة الحديث لو صحيح أو ضعيف أو موضوع قام الشيخ بهذا الجهد الجبار ونشره في عدة كتب حسب اهتمام كل فئة من الناس فالعلماء لهم كتب اللفها لهم طلبة العلم كذلك وعامة الناس أصدر الشيخ عدة كتب نذكر منها هذه الأمثلة جامع الأصول التسعة وهو يجمع كل أحاديث الكتب التسعة مع حذف المكرر منها وترتيبها وفق المقاصد المذكورة وصدر في 14 مجلد الإنسان صاحب الهمة حيحاول يقرأ هذا الكتاب الكتاب الثاني هو كتاب الجامع بين الصحيحين وهو كتاب يجمع أحاديث البخاري ومسلم بعد حذف المكرر من الأحاديث وترتيبها وفق المقاصد التي ذكرناها قبل قليل وصدرت في مجلدين بخط صغير أو خط متوسط وفي خمسة مجلدات بخط كبير الكتاب الثالث هو زوائد السنن على الصحيحين وهو كتاب يجمع أحاديث السنن الأربع وسنن الدارمي مما لم يروه البخاري ومسلم مع حذف الأحاديث المكررة وللشيخ أيضا العديد من الكتب الأخرى ثم جاء الشيخ إلى كتاب جعل فيه عصارة كل جهده في تقريب السنة المطهرة والذي زاد عن ثلاثين سنة وهو كتابه معالم السنة النبوية والذي هو خلاصة وعصارة 14 كتاب هي أصول السنة النبوية وبلغة الأرقام نقول عن هذا الكتاب أن عدد أحاديث الكتب الأربعة عشر هو مية واربعة عشر ألف حديث تقريبا بعد حذف المكرر منها اصطلاحا تصبح ثمانية وعشرين ألف حديث وبعد حذف الأحاديث المكررة معنا وحذف الضعيف أيضا تصبح أربعة آلاف حديث صحيح وحسن فأنت بقراءتك لهذا الكتاب تكون قد طلع تقريبا أغلب الأحاديث الصحيحة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام من أربعة عشر كتاب هي أصول السنة علما أن أكثر من نصف أحاديث هذا الكتاب هي أحاديث البخاري ومسلم وبالجملة فهذا الكتاب لا مثيل له وهو درة على جبين الدهر أقترح عليكم أن تقوموا